نقش محافظ محافظة المهرة أيضا محمد علي ياسر مع مدير عام مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة الأجساد عبدالله خودم تسوير أراضي مناطق الصناعية التابعة للمكتب بالمحافظة وخلال اللقاء سمع المحافظ على شرح من مدير عام مكتب الصحة التجارة والصناعة بالمحافظة عبدالله خودم حول أراضي المناطق الصناعية في مديرية شحن ومنطقة خلفوت والتي تحتاج إلى تسوير لصونها والحفاظ عليها لما تمثله من أهمية مستقبلا للمحافظة والبلاد ووجه المحافظ بإحالة موضوع تسوير المناطق الصناعية إلى مكتب الأمين العام للمجلس المحلي في المحافظة للدراسة وإدراجها ضمن خطة الموازنة للعام الحالي من جانبه أشاد مدير عام مكتب التجارة والصناعة بجهود المحافظ في دعم مكتب التجارة مشيرا إلى أن حجم الصادرات بمحافظة المهرة للعام 2020 والتي تأتي في مقدمتها الخضار والفواكه والبن والعسل تقدر بـ 14.219 طن ومبلغا قدره 2.849.229.000 ريال يمني